هكذا كان حال شلالات سيدي واضح بيتيرت صيفة 2012 مياه متدفقة وجمال طبيعي يسحر الناظرين قبل أن يتدهور حالها اليوم فتنضب المياه وتهمش المنطقة وتعزل لتتحول إلى مجرد أطلال فانقطاع المياه يعود بالدرجة الأولى إلى استغلالها من طرف أشخاص بمستثمراتهم الفلاحية لتجف مياه الشلالات وينتشر التلوث والإهمال عبر أرجاء المكان مياه الشلالات وينتشر التلوث والإهمال عبر أرجاء المياه شلالات سيدي واضح من المقومات السياحية الهامة بيتيرت غير أنها لا تلقى أي اهتمام اليوم في وقت يطالب محبي هذا الموقع إعادته إلى سابق أهده قبلة للسياح بجماله ورونقه الطبيعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر